علي أحد الفلاحين بمنطقة ونيمل الفلاحية بولاية غردية يأتي في كل مرة حاملا على سيارته صهاريج من أجل سقي أصجاره التي أصبحت مهددة بتلف بسبب غيام مياه السقي عندنا في فصل الصيف شهر أجوية وشهر أجوية وشهر أجوية قام مرة تعلينا وإحنا بمعاناة هذه تاعة البيدون سقي البيدون 30 كيلو والله باش باش تلحق الوسمة زيد مسلك تاعة الطريق مهتتر الصيارة قيم منين داخل منين داخل ستكسر العطب الذي أصب هذه المضخة التي تزود كل المناطق الفلاحية بمياه السقي والتي شكلت متاعبها كثيرا للفلاحين أضحوا اليوم يطالبون بإعادة إنجازها في القريب العاجل المدة شهرين هذا والمحيط هذا يعاني العطش مع العلم أن هذا المحيط الدولة صرفت عليها أموال طائلة باش ينوض بالقطاع الفلاحي وباش يقوم بامتصاص البطالة في الولاية وكل ما يلزم إلا وأنه المضخة هذه حبستنا لها درنا مرسلة إلى مصالح الفلاحية لولاية غردايا هاي وراهي نسخة منها يوم 25 جوليا ونسخة للإعلام والتدخل للسيد وليولاية غردايا بخصوص هذا المضخة اللي راح حبسته باش ينقضوا هذا المحيط نوجه نداء إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد وزير الفلاحة بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ هذا المحيط الاهتمام بالفلاحين والعمل على دعمهم من الجهات الوصية هو السبيل الأنجح من أجل مرافقة الفلاح ودعم هذا القطع الهم